وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِمِّكِّرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ الشخص الذي ينشد التربية ينبغي أن يكون مريداً لها وأن يكون عنده للسعداد فقد ينشد الإنسان شيئاً ولكن لا إرادة له أنا باغي نكون من أهل الله وباغي نكون من أهل القرآن وأنا أكون من الدعاة إلى الله إذا باغي أن تسلك سبيل ذلك جاء واحد عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسألك مرافقتك في الجنة فقال له صلى الله عليه وسلم إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليابس فلابد أن نسلك مسلك الذي يرجو وجه الله ويريد أن يتربى ويريد أن يأخذ حظاً من هذه التسكية ينبغي أن ياتي إلى محاضن الإيمان وإلى مجالس الإيمان بشوق وبلهف وبدون شروط فقد يشترط الواحد على من يربيه ومن يقوم بعملية تسكية شروطاً أنه لا لا إن أردت وجه الله سبحانه وتعالى إن بغي أن تنخارط أولاً إن بغي أن تختار أن تختار بقلبك وبعقلك وباستخارة ربك عز وجل يا ربي من يربيني من يعلمني من يدلني عليك فإذن إن قمت بها تحس بقلبك وتقرأ وتنظر بعينيك وتفهم بعقلك وتصخير ربك ابتداء وانتهاء فهذه الأمور هذه بثلاثة إن حصل لك لطمئنان ينبغي أن تنخارط فإذن لا بد من الإرادة ومن الهمة حتى يصل الواحد إلى إلى قصده وإلى بغياته